اشتركوا في القناة ثمانة شهور الحلقة التي سجلناها نحن في الاندخار قبل ثمانة شهور سبحان الله الوقت كيف يطير طبعا سعيدين بوجودك يانا كالعادة بدون ما شاء الله إليك سيف ماستفيد منك أونلاين و أفلاين سواء هنا في البودكاست ولا في تواصلنا وياك برع الحلقة ما شاء الله هي كانت أول حلقة نحن أول ضيف استضافناه ويانا في البرنامج كنت انتسيف وما شاء الله الناس وايد من الناس اللي شافوا الحلقة استفادوا وايد وتعلموا وايد وكذلك الناس اللي استضرناهم بعد في البرنامج كثير من المشاريع اللي اتكلمنا مع أصحاب المشاريع هاي تعلموا وايد الناس فبناء على اللي وصلنا نحن من المتابعين اليوم سيف أظني أنت بعد مثل قبل ما أنا بتدي تسجيل كلنا نرمس أنا وأنت وايد سهل موضوع أنه أنا أشوف شو احتياج الناس شو اللي يبونه فبناء على احتياجهم أنا بسوي المنتج الفلاني ولا بسوي الخدمة الفلانية وندخل نحن في موضوع تطوير الفكرة وتجهيز الفكرة وكيف بنقدمها للناس هاي الخدمة هذي ولا المنتج هذا الأمور هاي كلها بسيطة فيكلمني واحد من الشباب ومثل وايدين يجهز الفكرة خلاص هذه فكرتي هاي المنتج اللي أنا بقدمه ويصير يطلع الرخصة ويخلص أموره ويقول يلا أنا جاهز وهذا اللوغو ما لي ويدخل في المواقع ولا يصير المكاتب اللي يسوي لك اللوغوز والسلوغنز ويختار الاسم وغيرة لكن يقول لي يقول لي واي عبدالعزيز انا وصلت على يلا حين بابتدي المشروع بحط نظافين اثنين قال شفت رواتبهم إذا الاثنين هذي اللي بيكلفوني خمسة آلاف درهم على شي بسيط يعني قال هاي ستين ألف في السنة قال سرت بختار موقع أميو عشرين ألف في السنة قال هاي بعدنا حين ما سويت شي أميو ثمانين ألف تعال انت تجهيز المكان أبسط شي بسوي أنا في هالمكان ثمانين إلى مئة ألف هذه مئتين وثمانين هذا بعدنا نحن ما دخلنا في الأمور الثانية من فييز من أصدار بطايق الهوية من الماركتين كامبين من ومن ومن ف ينصدمون الناس فهاي النقطة اللي هي نقطة البداية عنده وايد من الناس اللي حابين يبدون مشاريعهم الخاصة تكون مثل اليوترن خلاص لا بي بلاها الشغلة هاي ماضه ما كتن فعلا ونحن نتكلم عن الشخص اللي يعني الأمور المادية قد تكون نوع من التحدي في الأمور المادية فهو يحاسب على الصرف ف اليوم من حين أبو ياكسيف نرمس عن هذا الموضوع نشوف شو الأشياء اللي لازم يحطها في باله اللي بي يبتدي مشروع من ناحية الكوست ونبه بعد ذلك ناخذ توجهين اثنين توجه للي بيشتغل من البيت اليوم عندنا نحن نسبة كبيرة من الناس اللي يشتغلون من البيت صحيح شو الأشياء والكوست اللي لازم يحطها في باله كيف يحط خطتها المالية إذا هو بيبتدي مشروع من البيت والتوجه الثاني إذا هو بيطلع وبيشتغل مثل المشاريع الثانية بيشتغل في محل أو في مكان معين خارج بيت فجريت لو نبتدي حين تباني نبتدي من البيت أول شيء أم لا ما عندي مشكلة شوف المشكلة التي ترى موجودة عند الكل أنا مرأت فيها وأنت مرأت فيها صحيح صحيح الآن كلنا نتفق أن هذه المشكلة موجودة والناس كلهم الآن أغلبهم سنطلحون فيها كستارتر أو شركات ناشئة هم بعدين المشكلة هي مشكلة اعداد ميزانية في دراسة الجدوى لديك ثلاث نقاط أساسية نقطة الأولى هي دراسة السوق أن تبدأ تدرس السوق وأن ترى إذا شيء يحتاج إلى الابتكار والماركتين وغيره النقطة الثانية هي الدراسة الفنية للمشروع وين تكلفة تكون وغيره النقطة الأخيرة هي الدراسة المالية أن تقوم فوركاستنج تشوف إذا المشروع هذا ينجح من الدخل ومصاريف وغيره نحن اليوم هنا شغلتنا أن نسهل على الناس يصال هذه المعلومة أنا ما بأ اليوم أشرح عن كلمة أو معنى دراسة الجدوى أنا أشرح بطريقتي الخاصة طريقتي الخاصة هي ثلاث مواضيع الموضوع الأول هو المصاريف الإنشائية كيف أن أنت تقدر تنشئ المشروع اثنين المصاريف التشغيلية ثلاث الدخل إن عرفت هالثلاث نقاط وقدرت تحفظهم وقدرت تتيبهم صح أنت تنجح في مشروعك الآن الحلقة هذه لا تكفي لأن نشرح كل الأمور من البداية إلى النهاية تكون مختصرة في النقاط لأن الجمهور تتضح للصورة نبدأ في المشروع من البيت أنا دائما أنصح أي شخص يكلمني على الإنستجرام أبدأ المشروع من البيت لماذا؟ لأن اليوم في دولة الإمارات لدينا دعم حكومي للمشاريع المنزلية المشاريع الصغيرة اليوم تقدر تطلع رقصها بألف درهم وبدأ تنطلق إلى المراحل الأخرى من المشروع تبدأ كسنة أولى مصروف قليل تكاريف قليلة يبدأ الشغل يزيد أول نقطة رقصة تجارية تطلعها من مؤسس محمد بن راشد مؤسس محمد بن راشد دعم مشاريع الشباب اللي هم الأسميز بالتعاون مع الدار الأقصالية في دبي يطلعوا لك الرقصة بألف وشوي وهذه رقصة انطلاقة وهذه لمدة أول ثلاث سنوات أتوقع تكون بألف عقب السنة الرابعة والسنة الخامسة تكون بألفين درهم أتوقع يقدرون نشوفهم في الموقع عندهم من بعد ما يطلع الرقصة طبعا هو يعرف شو مشروعة يمكن يكون مشروعة خدمة يقدر هو يشتغل بروحة بدون موظفين فما أتوقع أنه يكون عنده عمالة فمعناته أنت شليت عبئ كبير عبئ لهم التشارات الموظفين والمعاشات والغير التكاريف الأخرى عندك الهاتف الانترنت اللابتوب التي تستخدمها على حسب الخدمة التي تقدمها لأن في المشاريع لدينا شغلتين الشغلة الأولى هي خدمات أو منتج الخدمات أنت تستطيع تتلاعب بموضوع المصاريف تقلل المصاريف أكثر ما يمكن المنتج لا المنتج يحتاج لمصاريف أكثر بحكم أنك تشتري منتج وبتبيع فلازم تفهم موضوع إعداد الميزانية الخطة التي تريد تضعها تكون واضحة أغلب المشاكل التي تكون موجودة أنهم يركزون على أهم المصاريف مصروف المعاشات مصروف الفيز مصروف الإيجار أو ميزانية الإيجار أهم ثلاثة وينسون ما حولهم وحولهم هم اللي يكسرون المجاديف الشباب شو هم ما حولهم عندك التسويق أنت من وقال أنت تسوي اليوم مشروع من البيت ما بتحتاج ابتكار ما بتحتاج خطط ما بتحتاج أصلا مساعدة أو استشارة من بعض الناس الخبراء في هذا المشروع فبتضطر أن أنت تخصص ميزانية للكثير من الأشياء أتوقع بو عبد العزيز أنت كتاب أبدأ بلماذا اللي هو ستارت ود واي صحيح؟ ممتاز هذا الكتاب يجبك تركز على كلمة واي في كل نقطة موجودة صحيح فاستخدم كلمة واي في أي سؤال إيه في بارك لمشروعك تعال مثلا أول ما تفتح أنت الميزانية أول شي عندنا رخصة تجارية في السنة ألف ألف وشوي أو ما تكلف ويد عندي شو غير خلني أسأل وابدأ أنت يعني دور هذه الأفكار في مخك بتشوف نفسك أنت مليئة الورقة كاملة بالتكاليف اللي أنت تحتاجها وبعدين أبدأ تخل على الانترنت جوجل اكتب كل الأسئلة التي تحتاجها حق مصاريفك اللي أنت بتكتبها تعرف أنت اليوم معلومات موجودة بكمية هائلة صح كل شيء متوفر تقدر تحصل أي معلومة من جوجل بالضبط فأنت تقريبا الميزانية التي تحتاجها حق مشروع من المنزل تقريبا 10 ألاف درهم وإلى آخره كم المبلغ اللي بطلع فيها حسب الخدمة اللي بتقدمها فما بقدر أقول لك إذا في مصاريف أخرى لأن هذه هي البيسيكس هذه هي المصاريف المنزلية آخر نقطة لكن في الموضوع المصاريف المنزلية لا تنسى موضوع التسويق هذه نقطة مهمة أرد أذكر الناس فيها خين السيف أنت مع أن في موضوع التسويق أن أنا أعتمد على نفسي وأعتمد على اللي أتعلمه من اليوتيوب واللي أجتهد فيه أنا وأقول هذه خطة التسويقية ولا مع أنا أستعين بشركة مختصة في هالموضوع شو تشوف أنت أحسن والله إلا يبدأ مشروع من المنزل معناته الميزانية عنده مش كبيرة أوكي معناته أنت تنسى موضوع المستشارين اللي بيدفعونك 15 و 20 و 30 و 50 إلى آخر مشروع من المنزل أنت اليوم تقدر تتخذ على تطبيق فايفر يسوي لك هوية كاملة لمشروعك أوكي فايفر يسوي لك ويبسايت موقع إلكتروني يسوي لك لوجو يسوي لك براندينج كامل المشروع فأنت ما يعني براندينج أما تقول براندينج 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 هي كل لون واسم وكلمة يدل على شعارك أو على منتجك أو على شركتك نفسها هوية كاملة للمشروع أنت كيف هويتك اليوم أبو عبد العزيز المشروع له هوية خاصة كأنه إنسان يمثل نفسه بألوانه بصفاته بشكله بكل شيء فالهوية جداً مهمة يقدر يدخل على جوجل يفهم بالضبط النقاط اللي هو بيحتاج حق مشروعة ويبدأ يطلب الموقع اللوغو الألوان الكلام الويبس الويبسايت نفسه يعني الانستجرام الصور اللي بتكون في الانستجرام الستوري هايلات أي نقاط يعني المشروع وينطلق شوف أجمل شيء في المشاريع المنزلية أنت تقدر تبين للناس بأنك تشركة كبيرة إذا سويت براندنق صحيح أو هوية صحيحة تبين للناس بأنك أنت كبير وشركة كبيرة ومن هالكرام من هناك أنت تستشتغل من البيت ولكن تقدم خدمة ممتازة بمصاريف قليلة جداً ممتازة يعني الآن أنا أول ما بديت أنا شرحت لك عن ثلاث نقاط مهمة بالنسبة لي عشان أنا أبدأ مشروع المصاريف الإنشائية المصاريف التشغيلية والدخل صح؟ أول المصاريف الإنشائية هي هذه التي تكلمنا عنها الرخصة التجارية تكتف تحديد الميزانية أول شيء عندك المصاريف الإنشائية الرخصة التجارية الإيجار طبعاً لا يوجد إذا كان كان لديك موظف ما تدفع عليه كم تضع لك ميزانية تسويق كم تضع ميزانية حق البراند كامل مثلاً المعدات أين أضعها إذا في الخدمة التي أقدمها والمنتج الذي أقدمها يجب أن أشتريها ممتاز هذه المصاريف الإنشائية 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 أنت لا تبدأ في بالي ليس فقط السعر بل أضع في بالي موضوع المينتننس الصيانة لها كم تتكلفني هذه تكون متهالكة مع السنوات القادمة وسعرها وسعرها ينزل مع الأيام فأنت الآن أنا أعزب أن نسهل على الناس لن ندخل في كلمات صعبة يواجهون فيها صعوبة بعدين كيف أن نحسب ونسوي أنت ماذا تفعل تقول لك معدات لو حصلت مستعملة وجيدة فأذهب جداً ممتاز بالنهاية تفعل مشروع لكي تطلع ربح صح ليس لك مثلاً يمكن أن يكون لديك فأذهب لكي تطلع عن فصورة أنت تصدق هذه نقطة مهمة وحيد بعد واحد من الشباب المتوفقين في مشاريعهم أو في مشروعهم ذكر لي هذه النقطة فأتكلم أن السيائير الذي يأخذها مستعملة تكلم عن المعدات التي يأخذها للمشروعة معدات مستعملة ولكن جودة زينة الشخص الذي كان يستخدم هذه السيارة أو يستخدم المعدات كان محافظ عليها وصيانة دورية فبالتالي يقول لي يا عبد العزيز كوني أنا أخذ مكينة يديدة أو مكينة مستعملة هذا يدخل فيه الجانب النفسي يكون يلعب دور كبير فيه فحد من الناس يقول لا كيف أخذ شيء مستعمل لأن لا لا يجب شيء يديد ويقول غالبا الناس الذين يفكرون بهذه الطريقة للأسف ما بقول يعني يعني ما يحققون أرباح بس هامش الربح عندهم يقل لأن أنت تدخل في أمور فيها نوع من الكماليات أكثر مما هي أمور تحتاج أنك أنت تسويها أنا اليوم أبا مكينة تكون في حالة جيدة هذا شيء مهم أساسي أبا المكينة يديدة ولا مستعملة هذا شيء يعني مش أساسي فعلا هذه موضوع أن استخدام الأجهزة التي مستعملة تكون في جودة جيدة استخدام كون زين يضيف للتعجر ترى هذه أصول متهالكة أنا أعطيك مثال سريع لكي تفهم أنها تطوائد مهم لكي تطرقت حقا اليوم لو أفتح لي مثلا دعنا نقول الصالون متحرك من المنزل حلو الصالون المتحرك هذا حصلت لي سيارة جديدة 350 ألف وحصلت مستعملة بـ 100 ألف ما هو الفرق بينهم الهامش بين سيارة جديدة 150 ألف و350 ألف 250 ألف صحيح أنا اليوم شغلت وشغلت البزنس مالي لمدة سنة ونص وخلال هذه السنة ونص وصلت لمرحلة من الأرباح وقامست وعندي السيلز لانتح تنزل ولكن حققت أرباح تقريبا 240 ألف أرباح صافية خلال هذه الفترة حسنا أنا أصفي المشروع وأسكر وبيعت المشروع وبيعت السيارة بسعر 100 ألف هل هذا المشروع ناجح أم لا فاشل السبب 250 ألف طارت هامش لسبب أننا اشتريت سيارة جديدة صحيح فهذا النقطة جدا مهمة المشروع الناجح هو المشروع الذي يدر لك أرباح وتكون الجودة فيها عالية ويكون فيه أنت تركز على هذه النقطة أنا كيف تعلمتها تعلمتها من شركتي الأولى التي كانت رمال التوصيل التي كانت فيه 2015 أنا اشترت سيارات مستعملة وسيارات جديدة وشفت الفرق فهمت أنه في تهالك في السعر شفت أن السيارات المستعملة ومتشتريها أنت تقريبا 25 ألف تبيحها بـ 23 ألف إذا أشترك سيارة 50 ألف بعد سنو نصبعتها أنت في نصف القيمة أنت خسران صح حيث أن أنت في السيارة المستعملة لم تخسر فيها وايد لا لم تخسر فيها وايد وقدمت لك نفس الذي أخذت من السيارة الأديدة ونفس الذي أخذت من السيارة المستعملة نفس الأداء بالضبط فهذه نقطة جدا مهمة أنت اليوم في البجيتنج أو في إعداد الميزانية يجب أن تحسب موضوع الأصول المتهالكة إذا هي مع السنوات مع سنة سنتين سعرها سيطيح أو لا نحن نتكلم عن أمور كبيرة نحن نتكلم عن أصول كبيرة عرفت السيارة يعتبر من الأصول الكبيرة إلا هي فيها نسبة هامش هبوط مع السنوات القادمة فجدا مهم نفس الكوفيهات التي توجد مكينة جديدة ومكينة جديمة يوجد فرق في الأسعار ومع السنوات يمكن أن يسكر إذا لا سمح الله ستوالة يسكر ويكون خسر في الأصول عندها ممتاز نزين هذه التكلفة الإنشائية إنشائية إنشائية هناك شيء ثاني في المصاريف الإنشائية تكاليف الإنشائية لا المصاريف الإنشائية هي أي شيء أنت تنشئ فيه مشروعك لو إن شاء الله وردة تكتبك مسعر حين هذا نحن قلنا لذي يبادي من البيت صح نزين دعنا نأخذ التكاليف الإنشائية لذي يبدأ في محل معين يأخذها مشروع فعلي حين شوف ما الفرق بين الماركتينج هو نفسه تحتاج ماركتينج هنا وتحتاج ماركتينج هناك نعم المعدات والأشياء التي تحتاج لكي تقدم المنتج الذي تريد بيها كذلك نفس الشيء ينطبق عليه ما هو الأشياء الثانية أننا موضوع تأثيث المكان وتجهيزه نعم هذا يمكن أن أنت لا تحتاجه في البيت لكن تحتاجه هنا زين شوف طبعا هناك فرق عندك أنت تقوم مشروع من البيت معناته مشروع صغير صح هذا كلنا نتفق عليه لأن أنت عندك عدد معين من موظفين تقدر توظف بعدين خلاص يجب أن تنتقل تتحول إلى مكان فعلي وتبدأ أن تتشغل مشروع مارك وتكابرة على حسب الشغل الذي يكون عندك صح المشروع الفعلي المشروع الفعلي التكاليف فيه تختلف نفس النقاط التي تتكلمنا عنها إذا كان منتج أو إذا كان خدمي عندك طبعا صناعي وخدمي على العموم عندك رخصة تجارية بعد موسط محمد براشد دعم مشاريع الشباب يدعم مواطنيين بألف درهم الرخصة أنا أريد تقريبا شركتين أو ثلاث عن طريقهم وليس لدي موضوع الرخصة بعد كون أنا بعد مستفيد من هذه الرخصة الأمور الثانية التي يعطونك بصراحة امتيازات رائعة يسوقون لك ويعطونك خصومات في وايد من الجهات سواء في إيجار أو في خدمات يقدمونها ونزلونك في مناقصات أيضا ونزلونك في مناقصات فأظن إذا هم يدخلون الوебسايت موقعهم يستطيعون يعرفون أكثر صحيح فنحن قلنا على موضوع الرخصة الحين في موضوع أنت تفتح البزنس مالك في محل نقدر نستخدم انطلاقة أو نستخدم الرخصة العادية الرخصة العادية هي تكون تقريبا 10,000 كبداية 10,000 درهم ونرتفع لديك بعض النشاطات بعض النشاطات التي لديك السعر أعلى مثل الرخصة ترى أنه أساسية أي شخص يريد أن تتعقب من الدرجة للنقاط التي صغيرة لكي نفهم رقم واحد الرخصة رقم اثنين الإيجار أهم شي ها عندك تأشيرات الفيز حق الموظفين كل فيزا سبعة 1000 درهم أو 6000 درهم يعني يضع لها ميزانية بهذه الطريقة بالنسبة الإيجار يضع ميزانية لمدة 6 شهور موجودة ليس لمدة سنة حسب خبرتي في هذا مجال كيف يعني يضع مدد 6 شهور وهذا سأشرح أعقب حقا سأشرح بعد أن أشرح لكم الخطر لأنني أفيدك عندك أيضا معاشات الموظفين بعد لمدة 6 شهور معاشات الموظفين على حسب عدد الموظفين يكون موجودين عندك تجهيز المحل داخليا دعنا نعطي مثال على مطبخ أو مطعم عشان نكون specific أكثر المطبخ عندك تجهيز داخلي كمطبخ وتجهيز صالة هذا يذهب لهم مبارغ مثلا دعنا نقول المطبخ تجهيزة 50 ألف كمطبخ داخلي وتحضير وعندك الصالة يمكن تجهيزة 40 ألف أي رقم يكون عندك أنت تشوف موجود صحيح وفعلي زيد عليه 20 ألف من سيارة بس لكي يكون لديك ميزانية واضحة حق الأمور التي تشتريها من بعد الرقم الذي يخرج يضع 20 ألف زيادة مثل هامش أو بفر أنه في حال مصاريف إضافية صحيح صحيح عندك هذه أيضا إذا تشتري سيارات أوكي عندك أيضا السكن العمال إذا العمال عندك عددهم 11 وشي تسكن في سكن جيد فبتطار أنك تأجر لهم مكان تعطي أيضا ضمان مالي 5 بالأمية تروح حق السكن 5 بالأمية حق الإيجار وأيضا بتدفع حق لهم الهجرة والجوازات المنشأة هذا مبلغ يمكن 2000 درهم أتوقع الذكر وعندك ديوة أيضا تعطيهم مبلغ الضمان ما بعد غير عندك ممكن البوكسز التي تريد مشروعها مثلا الأكياس التغليف عندك ميزانية حق الاتصالات تصدق هذا موضوع أنت ذاك الله خير فتني في ويد موضوع البوكسز التغليف الذي تقدمه الفواتير هذه بعض الأمور ترى أنت مات في بالك صحيح يمكن موضوع البزنس كارد نتبه لأن يكون من ضمن الشركة التي تفعلها فنضع في بالنا ولكن تعال على موضوع مثل الأكياس التي تستخدمها البوكسز التغليف التي تفعلها المنتج هذا يبالها بحث ويبالها تدور فلنضع هل تتعلم كم مبارغ هل تتعلم تقريبا أنت تشتري كمية عدت فعلك مال 25 ألف إذا كنت مطعم 25 ألف ويخفل هل تقول لا أشتري يوم يكون عندي طلب لكن لأن اليوم لو تبدأ مثلا لنقول مشروع مطعم يجب أن تشتري كمية المصنع لا يعطي العدد هذه نقطة مهمة فلجب أن تكون عندي كمية جاهزة أخليها عندي لأن يوم أستخدم لأستخدم الذي موجود عندي وليس دوامة لحظة وطلبت من الشركة والشركة لا تتخدم 20 أحد غيرك يقدمون لنفس الخدمات هذه صح وعند أيضا تدفع التأمينات الصحية للموظفي نفسهم وعند مبلغ توفرة للموظفي نفسهم على حسب أنت وطريقتك على العموم فالحين هذه الجزئية سيف لكي نلخصها وائد مهم نحن نأخذ الكلام الذي قال الحين كناس نبتدي مشاريعنا ولكن معلومات تتغير قد تكون المتطلبات التي اليوم نحن نسجل فيها هذه الحلقة تكون شي وعقب يومين تتغير تكون فيه مطلبات إضافية أو فيه شي نحدف فهوائد مهم أن نحن نرجع للمصدر صح شوف احتياجات مثلا مطلبات الهوية شو نعم ادخل موقع شوف مؤسسة محمد براشد لدعم شريع الشباب ندخل ونشوف الاحتياجات شو الأشياء اللي يعطونك مهم أن ندخل هذه المواقع ونأخذ من المصدر بعد كذلك لكي نتأكد أن نكون سبحان الله شي تغير من بداية من مشروعي أو من مشروعك أنت فيه أمور تغير نعم نعم عندك هذه كلها مبالغ لازم تضع في بالك أن لازم تجهز كمصاريف إنشائية لكي تنشأ هذا جدا مهم الناس تحسابه عادي ولكن تقريبا نحن حاطين يمكن 30 ألف في السنة فقط تسويق هناك يقول أبو عبدالعزيز وسيف وآيد بالأخذ في الموضوع سأفتح لي موقع حساب على الإنستغرام ونضع صور ونضع بوستات والناس ستشوف والله الموضوع ليس به السهولة أنا تجربت سويت تقريبا أربع شركات أشتغل عليها من هالناحية التسويقية ولكن فعلا الموضوع ليس سهل التسويق ليس سهل بالمرة لديك عدة طرق أنا لا أتكلم كبداية عن السوشال ميديا لديك طرق تدخل جوجل وترى طرق التسويق اليوم هاتفين تتصل في الناس وتقول عن طريق الواتساب لديك عن طريق الإعلانات التي تكون صورية أصلا أنت أهلك أول تسويق لك سيكون مواطن أول أول ناس يسوقون لك أهلك معارفك واصدقائك وغير إلا آخر يبدون الناس يسوقون ولكن دعنا نكمل هذا الموضوع موضوع الميزانية الأولية لديك أيضا لازم تضع ميزانية لبراندنق مثل ما قلنا مرة ثانية نرجع يكون براندنق أعلى في بعض الشركات تعطيك براندنق كامل سبعين ألف نحن نركز على الخيوط الموجودة في الكراسي اللي عندك في المشروع خلنا نقول فالبراندنق والكوبرات ايدنتي تيسيف عندك بعض الشركات حتى الريحة بالضبط حتى الريحة الصوت الغنية الصوت الريحة طريقة الترحيب يوم يدخلون المحل مثلا حتى في شركة من الشركات أنا في الدولة نوع الميك أب نعم درجة الميك أب الذي يستخدمون كل شيء من ضمن الهوية المؤسسية لهذا المكان نعم ومتاز فهذا بعد يجب أن تضع بجت أجبار تضع ميزانية واضحة على أساس النقطات تأمور أتوقع هذه النقاط الآن الأفبالي ولكن يجب أن يضع كل نقطة لها ميزانية واضحة مثلا من بعد أنت لم تنظر المبلغ يمكن أنتظر لك 200 ألف هذه 200 ألف طالع مرك بالنسبة لي كسيف أنا من نوع لأجازف في المشاريع أنا بس أحط لأول ستة شهور غيري يقول لك أنا ما بأجازف أنا عندي كاش وأنا مجمع فلوس أنا بحط لمدة سنة فهو يدفع المعاشات لمدة سنة يحط الميزانية لمدة سنة وإضلا يحط الميزانية حق الإجار لمدة سنة على كيف صاحب المشروع أدرب مشروعة وأدرب الوضع الذي أدرس له صحيح فنرجع لهذه النقطة الواحد يجب أن يركز على المبلغ نفسه إذا يبقى لمدة ثلاثة شهور يوفرها يكون موجود بالرقم الصحيح ويجب أن تزيد على كل الرقم تضعه مثلا المعاشات تزيد لأنه يجب أن لديك خطة لن تتحدث عن موضوع الخططة وغيرها يمكن أن تكون لديك خطة أنه خلال مثلا أول خمسة شهور زاد عندك الشغل موضفين هل الموضفين تكاليفهم 6000-6000 من غير معاشات من المدة سنة هذه ميزانية ميزانية يديدة وقتلفت فجدا المهم أن تكون عندك ميزانية وتكون إذا أنت مول المشروع تكون عندك كاش وأيضا تجهز عندك 2 أو 3 من ربعك اللي يكون من مملونك أو البنك أو إلى آخرها من مكان على حسب الخطة التي تحطنها أعتقد سيف ماشاء الله كفيت وفيت خلال في هذا الوقت الذي لا نريد نطول فيه وائد ولكن تكلمنا وعطينا أهم المعلومات فيما يتعلق بالتكاريف التي قلنا هي الإنشائية صحيح حسنا قلت المرحلة الثانية هي التكاريف التشغيلية المصاريف التشغيلية المصاريف التشغيلية حسنا خبرنا حسنا من البيت أو من مكان برع البيت مكان مستجر أهم أتكلم عن الشركة الخارجية لأنني من البيت تعرف لا يوجد مصاريف تشغيلية كثيرة المصاريف التشغيلية وهي الهاتف واللابتوب دعنا نقول إذا كان استخدم في إنترنت وغيره ولكن الأهم هو المشروع الفعلي المصاريف التشغيلية أنت تحسب ها في هذه الطريقة أولا معاشات للموظفين حسنا أنت خلاص بعد ما حضرت المصاريف الإنشائية وحضرت ميزانية للإيجار أنت لازم تكون عندك أيضا للمعاشات المصاريف تشغيلية الكهرباء والماء الإيجار أي تكاليف أخرى تكون عليك الإنترنت الهواتف أرقام الهواتف اللي عطرنا أنت حق الموظفين نفسهم استهلاك البترول دعنا نقول استهلاك الغاز إذا كان مطعم استهلاك التغليف الدائم لأن أنت عندك تدفع فلوس حقم التغليف استهلاك أو مصاريف التسويق أي مصاريف تشوفها أنت شهرية هيعتبرها مصاريف تشغيلية إلزامية أنت لازم تعرف أنها إلزامية أيضا يعني أنت بدونها أنت ما تقدر تشتغل صح المصاريف التشغيلية هي أنت بدونها ما تقدر تشتغل صح فتحسب الرقم هذا بطريقة صح نحن تحيد في الحلقة الأولى يوم تكلمين عن موضوع الأدخار لازم أنت تعرف كم بظه لازم تصرف عندك مصاريف إلزامية نفس الشيء الشركات أنت لازم تعرف كم هي مصاريف الإلزامية الشهرية هي تعتبر مصاريف التشغيلية فإذا عرفت هذا الرقم طلع لك بالضبط مثلا 29 ألف دعنا نقول خلاص أنت هاي 29 ألف إلزامية عليك لازم توفرها بأي طريقة كانت إذا تحطها من الميزانية الأولية إذا تحطها من الميزانية الإنشائية حطها ما في مشكلة لمدة مثلا ثالث شهور أربع شهور على حسب الفلوس الذي لديك ولكن يجب أن يكون هذا الرقم واضح معاشات إيجار كهرباء ماء تلفونات التسويق ما كان أنت ومقدرتك المالية استطاعتك شوف أنا أحد خبرتك عن الموضوع في أحد المشاريع التي بديتها قبل أربع خمس سنوات تقريبا الخطأ الذي قمت فيه اختياري للموقع صرت أكستريم الموقع موقع الذي أجرى المكتب الذي أجرى أنا نعم حطيت في بالي البرستيج وحطيت في بالي أي الدور النفسي لجانب النفسي من الأمور لا أبقى في هذه المنطقة المتوسطة أبقى في منطقة راقية جدا في يوم ييت في نهاية السنة يوم شفت شفت الكوست وائد عالي مقارنة باللي أنا أطلع لأن هذا بالنهاية أنت اللي تدخل من فلوس تراتب عليه وائد أمور ساعات الأشياء هذه الكماليات تضرك وتضرب تشوف هامش الربح عندك قد يوصل إلى صفر صحيح وتدخل أنت بالماين الساعات على أمور ما لها داعي فبالعكس والله هاي نقاط وائد وائد مهمة فعلا الواحد يتجنبونها وائد الناس صحيح صحيح أنها جزئية وائد مهمة أننا نحن يوم نضع هذه الأمور نجدم لكم سواء اللي قال سيف أو اللي طرحناها نحن في خلال كلامنا مش تخويف للناس صحيح بل نحن نبل أفضل حق الكل ونبوة إن شاء الله الكل ينجح وقصص النجاح موجودة أنا اللي جدامي ما شاء الله يالس الحين ضب مشروع ولا مشروعين ولا ثلاث ولا أربع تبارك الله الله يبارك لك إن شاء الله يوفق قصص نجاح في مشاريع كثيرة ما شاء الله عليك وهذا اللي نحن نبل الكل وفيه قصص وائدة من الناس اللي ما شاء الله فيها نجاح وفيها توسع لمشاريعهم لكن هذا ما يعبث ممكن يعني الواحد يشوف أن هذا حظ أنا ما أنظر للموضوع هذا أنه حظ الحظ يعني تجهيزك وإعدادك وجاهزيتك للي أنت ممكن تواجه في مشروعك هو بعد توفيق الله سبحانه نعم سبب رئيسي في نجاح مشروعك من عدد صحيح صحيح مشكور يا أخي سيف ما قصرت الصراحة نحن ويدنا بعد نطول زيادة ولكن إن شاء الله لنا لنا يلسات أكثر إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله وأنا ما عندي يعني أي مشكلة أو أي وقالة إن شاء الله لا يكسر بسيئة الله أحسن شكرا بسيئة آه شكرا بسيئة